السلام عليكم واللهما صلي وسلم على رسول الله مرحبا بكم اليوم على قناة لك اليوم شاء الله جيتكم بهذه التشكيلات على المملاحات الميني بيزا الميني بورجر لكورني واحد الحشو رائع جدا كل شي فيه الحصرية وفيه الجديد ان شاء الله تبعوني فقط في المقادر وطريقة التحضير هذا الفيديو اللي اخواتي بزاف طلبتوه مني وراني لبيت لكم الرغبة وكانت هدي طلبية لكن هدية كما يقول لك بالصحة هديتها للإنسانة غالية وعطيتها لها ان شاء الله يا ربي المهم هما كانوا ساتسفين هذو المملاحات قلت نشارككم بهم ها كانتو متاني تشاركوهم لها الى التاحكم وريتبغي تخدمكم ان شاء الله وربيرتقكم من بابه الواسع على بركة الله كما شفتو هنا في بول ولا غي سيبيون هذي جيبو كاسة المدافي تزيدوا معه الياغورت الطبيعي تجيبوا علبة وتزيدوا معه الزيت 5 مغارف كبار خمارة الخبز مغارف كبيرة خمارة الخبز تكون مقبعة هنا مغارف كبيرة السكر ومن بعد كل شيء بالفوية تضربوا هنا تتحلوا جزئات السكر لكي تفعلوا خفخف مع هذه الخمارة هنا تكون في ساعتين ومجدونها في ساعتين انشاء الله تكون موجودة هنا أحباب بيضة تكون كبيرة سوف نفصل على البيض البيض في العجين الداخل والصفار نحتفظه من بعد نضيفه كل شيء بالفوية كما هكذا احتلت تجنس لكم كل المكونات سوف نضيفه هنا غربة الوصفة فارينة انشاء الله دعوكم المقادر في صندوق الوصفة بإذن الله سوف نضيفه ثم نضيفه ثم نضيفه نضيفه هنا بالفوية من الحدث نضيفه الفارينة دعونو ل imposبة إبياء نغرب بججونة الزوجة ثم نزيد الزوجة وإن Anybody وضيفه udge الشevery الملك الملح ثم نضيفه الملح الزوج نصف ملعقة صغيرة نصف ملعقة صغيرة تخمرة الحلوة ثم نزيد الكاس الثالث نصف ملعقة صغيرة نضيف البلاد نضيف المقرب نضيف المقرب نضيف المقرب نضيف المقرب ثم نضيف الكاس الثالث نضيف المقرب اضافة تشغيل عجينة قطنية خفيفة اضافة انواع المملحة اضافة ايضا اضافة يجب ان تشغيل عجينة اضافة تشغيل عظيمة 4 كاس يجب ان اضافة ا poco ممكن ان اضافة اضافة تمز الى عبر قلوب ا lequel يمكن ان اضافة التكاريب المخروف مغرفة كبيرة لديها مارغارين و زبدة كل شي اخواتي حطيتها في البيتخان بشي سهل عليها و لا نعيش بثاف سوف نضربها بالفيتاز الزاوج نقوم بخمس دقائق و لا تنعجن احتالي تولي لي كما هكا عجينة طرية لا تلصق لكم لا تلصق لكم لا تلصق الطرية و خفيفة ثم تعجنها أقوم بخفيفة ثم تعجنها في الهند قوم بتظهر القوام اضحنا البول و اضحنا الشيء تغيثتها بالطبع و نقوم بخفيفة و نحن بكتابة و نحن بفيتاز و نضرب على الوطار فقط نضرب على البرجة تحتوي على الفرينة و نضرب على البرجة سوف نقسمها 3 عجينة وزنتها بالميزان كيلو و 30 جرام قسمتها لا اعقل اعطيها سوف نقوم بعمل ميزان سوف نقوم بعمل ميزان سوف نقوم بعمل ميزان سوف نقوم بعمل ميزان سوف نت一些 JK سوف نقوم بعمل ميزان سوف نقوم بعمل ميزان سوف نقوم بعمل 30 جرام 30 جرام 30 جرام سوف تفاصلها في هذا الطريق وضعها في بابي كويسون في الاسنة على الكوشة دعوهم يختاموا على جهة ثم سوف تغطي العجينة الزوجة أسهل منها سوف تحلوها قبل ورق لا تستطيع العمل لا تستطيع قطاعات في هذه الطريقة اي قطاعات مينيبيزة قطاعات نضيفه ونضيفه 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 سوف تدخل العجينة اتقل بجعل العجينة نضيفه نضيفه لنضيفه نضيفه لا يجب أن نضيفه هذه البورجر نضيفه ونضيفه 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 ثم نضيفه ونضيفه لا تستطيع ونضيفه ثم نضيفه ونضيفه نضيفه نضيفه ونضيفه ونضيفه ثم أضع الخبز بورجر ثم أضع باب ثم أسوات القيامة أولاً قبل نعمر البيتزا يجب ان نقص الطماطس سوف يشعر بغرفة صغيرة و صغيرة و صغيرة و صغيرة حمراء و صغيرة يضع فيها الملجزة فقط أقوم بزعجوه سوف نقوم بها حتى ننشيه لمدة طريقة جميلة ميني بيزة بعد ذلك اضع القرنة قرنة ثانية اضع القرنة اضع القرنة اضع قرنة اضع القرنة يجب ان اخلقهم لخاطر الدهن والفارينة ويجب ان تلوح لها يجب ان تلصق لها سوف نواصل الطريقة سهلة ومهلة سوف ندرهم حشوات رائعة جدا سوف ندرهم الحليب والسكر والبيض ثم ندرهم حليب والسكر والبيض ثم ندرهم قليلا على السانوش لكي يجب ان تلوح لشكل الشباب كما ترون فقط سوف ندرهم الكفتة سوف ندرهم الكفتة خدمت بالكفتة فراختاتي للأمانة كفتة قمت بها قليلا على مضاغة ملح و الكمون و الحرار هذه شكلتها لذون بورجر قمت بها مبدئيا قمت بها مبادئيا قمت بها كيف نحبها ثم كانت بها 30 حبة لقد نمدها ثم كانت بها 30 حبة كفتة الاخرى قمت بها أكام وبنفس التتبيل سوف ندرها هنا من زيادة المنتج خاصة أمام ساذا رائع جدا قمت بها 3 مغارف مدق الأخرى خدموا بها وضعوا في دهر غيب اعفوا منكم هذا مكان خدموا بها انتم مهانين ما عدي ما نحكي لكم عليها انا اجبت هنا سيزاغ دوق القودة شادار سيزاغ هنا اتمنى ان نزج مغارب كبار بعد ذلك سيزاغ سنخلطها مع بعضهم كسلصة سيزاغ رائعين جدا الابنات هنا سيزاغ هنا رائعين كما هناك في وعندنا في الخواجه في المنزه في المنزه موجود هذا المنتج قلت لكم حاجة روعة مكانت م Gadget مانعي اتمنى ان يجربوا هنا الخبز سوف تضع خلطا لحشيز على السرطة خلطا لحشيز على طماطس خلطا لحشيز على طماطس يضبن الشرائح في البنية يضبن جبن مبشور المترجم لدي الجبن المبشور المترجم للجبن المبشور مع الجبن المبشور حضرت الحليب مع السيزاغ حضرت الحليب و السيزاغ و أحدهم خففت فيها و خففت بها في هذه الكفتال لكي تأكلون المنشون حضرت لهم الجبن المبشور لكي يكونوا شابين سوف يكونوا شابين و أستطيع المملحات سترى كل شيء صغير و كبير كمالت الكورنية بنفس الطريقة أوليت الميني بيتا كراتين بشكل جبن أضع الطن قوي أضع الطن قوي أعلم و ضيل الأزياء ثم اضع الطفن في حمل المبشور تفضيل بشكل ملعب ملعب مجموعة تجد الأجانب لدينا 30 حبة تتجد الملعب ملعب 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 حوالي 45 حبة اشتركوا في القناة